موسيقى الرئيس سيسي يواجه بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق المخطط لها مدبولي في تونس للمشاركة بأعمال الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة بين البلدين وفنلندا تطرق أبواب النيتو وروسيا تحذر أثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرنج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر للانتهاء من الأعمال مع الاهتمام بتفاصيل التنسيق الحضاري بكافة الطرق والمحاور والأحياء لتتكامل مع جميع العناصر الإنشائية والهندسية للعاصمة الإدارية ولتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الحديثة توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء خلال اجتماعه مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير مصنع إبداع للرخام اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الانشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجاري العمل بها في مختلف القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية فضلاً عن الأعمال المعمارية والانشائية بقاعات مسجد مصر إلى جانب تصميمات دار القرآن الكريم وصالة المقتنيات النبوية بالقاعة التاريخية في الدار كما اطلع السيد الرئيس على سير العمل بشبكة المحاور داخل العاصمة الإدارية وجهود التنصيق الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية بها وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والانشائي المقرر للانتهاء من الأعمال مع الاهتمام بتفاصيل التنصيق الحضاري بكافة الطرق والمحاور والأحياء لتتكامل مع جميع العناصر الانشائية والهندسية للعاصمة الإدارية ولتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الحديثة أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن ساعدته بالتواجد فتونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة والتي تستهدف تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين تصريحات مدبولي جاءت في عقاب وصوله على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى مطار تونس كورتاج وذلك لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة السابعة عشرة لللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين لتعزيز مجالات التعاون الثنائي وكان في استقبال رئيس الوزراء بالمطار رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي واستعراض حارس الشرف من جانبها أكدت بودن الأهمية الكبيرة التي تليها تونس لتعزيز علاقات التعاون مع مصر بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين ومن المقرر أن تشهد الزيارة التي تستمر على مدار يومين توقيع عدة وثائق في مجالات تقدم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتونس فضلا عن عقد المنتدى الاقتصادي المشترك لتبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية بين البلدين وللمزيد من المتابعة معنا من تونس مراسل التلفزيون المصري أحمد أبو الحسن أحمد بعد التحية رئيس الوزراء اليوم في تونس على رأس وفد وزاري للمشاركة في أعمال الدورة السابعة عشر لللجنة العليا المشتركة مع تونس هل لك أن تطلعنا على مزيد من التفاصيل في هذا الخصوص تحياتي لك زمين والسادة المشاهدين من تونس الشقيقة حيث وصل دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ قليل إلى تونس وكان في استقباله السيدة رئيسة الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن وعدد كبير من السادة الوزراء والمسؤولين في دولة تونس الشقيقة هذه الزيارة جاءت للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على رأس وفد رفيع المستوى من السادة الوزراء المصريين لحضور اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية والتي سوف يشرف برئاستها رئيسي وزراء مصر وتونس هذه اللجنة هي الدورة السابعة عشر لهذه اللجنة نؤكد أن اللجنة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس هي أقدم اللجان العربية حيث أن العلاقات المصرية التونسية قديمة منذ الأزل هناك أيضا تأكيد من سيد رئيس الوزراء على أنه سوف يكون هناك على هامش اجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية عدد كبير من اللقاءات السنائية بين البلدين لمناقشة ودراسة العديد من المجالات المختلفة التي يمكن التعاون فيها وخاصة المجالات الاستثمارية هناك تعاون سوف يكون في مجال التربية والتعليم والتعليم العالي والكهرباء والاتصالات والإسكان وغيرها من المجالات الاستثمارية المختلفة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين هناك أيضا ترحيب من الجانب التونسي بهذه الزيارة كان هناك أيضا تقدم الدكتور مصطفى مدولي رئيس المزراء بالشكر لما لقوا من ترحيب على أعلى مستوى من دولة تونس الشقيقة هناك أيضا نؤكد أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس على مدار السنوات الماضية أصفرت عن 135 بوسيقى تعاون وبرتوكول تعاون بين مصر وتونس في العديد من المجالات الاستثمارية المختلفة والآن مصر وتونس أيضا يقدمان استمرارا لمسيرة النجاح والتقدم وتعزيز الاستثمارات وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين جاءت هذه الزيارة لاستمرار هذه النجاحات من العلاقات والاستثمارات هناك تأكيد على ضرورة أن يكون هناك شراكات مسمرة بين الجانبين في المجالات المختلفة كل هذا يأتي في إطار تحقيق رؤى القيادة السياسية في البلدين بين مصر وتونس هذه القيادة السياسية التي تسعى وتهدف وتصب دائما إلى توطيد أواصر العلاقات المصرية التونسية على كافة المستويات ليس فقط في المستويات الاقتصادية ولكن المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والتعليم وكافة المستويات المختلفة هناك أيضا سوف تكون لنا أيضا متابعة مستمرة على مدار اليومين اليوم وغدا إن شاء الله لما يعني سوف يتم ولما سوف تسفر عن هذه الزيارة لدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى دولة تونس الشقيقة حتى يتسنى لنا أيضا معرفة ما سوف يكون ما يتم الاتفاق عليه من التعاون في المجالات المختلفة ولكن هناك أيضا بوادر تؤكد أن المجالات سوف تكون في مجال التعليم العالي والتربية والتعليم والاتصالات سوف يكون لها يعني باع كبير في هذه الزيارة وأيضا الإسكان وأيضا كافة المجالات المختلفة بدون استثناء لبعض المجالات ولكن هناك بعض المجالات الاستثمارية الكبرى التي سوف يتم التركيز عليها سوف نوافيكم بعد ذلك أولا بأول بكافة تفاصيل هذه الزيارة معكم على مدار الفترات الإخبارية إن شاء الله أحمد وإلى هنا زميلي أحمد أبو الحسن مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسن أبو خزيم محرر مجلس الوزراء يعني برأيك اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين نعم هي فرصة كبيرة من الدولة المصرية والحكومة المصرية لعرض كل الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع وجذب الاستثمارات العربية إلى الدولة المصرية يعني يمكن مسائل اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول وطبعا ورئيس الوزراء التونسية نجدها بودن بيعقدوا منتدى الأعمال المصري التونسي هذا طبعا قبل انعقاد الدورة السابعة عشر غدا الجمع هذا المنتبه طبعا بيتعرض لكل الإنصحات الهيكلية والاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وهي فرصة كبيرة بالنسبة لرجال الأعمال التونسيين والمصرين بيتعرفوا على كل المجالات التي هي موجودة على عرض الدولة المصرية والتونسية بالنسبة للمشروعات التنموية ولكن ما يهمنا في هذا المجال طبعا هو انعقاد أعمال اللجنة العليا المشترك بين مصر والتونس التي هي طبعا تنعقد غدا الجمعة الدورة طبعا رقم 17 يمكن كان هناك منذ 2017 وحتى هذه اللحظة كان هناك غياب بالنسبة لانعقاد هذه اللجان طبعا نتيجة طبعا غيرت طرونة ولكن الدولة المصرية والقيادة الشياسية حريصة كل الحرص على عقب التعاون السناء بين مصر وتونس وغلاق على قطوة ثيقة بين السيدة الرئيس عبدالفتاح السيس وشقيقه طبعا أعيد هذا الأمر طبعا له العكسات إيجابية على يعني مجال التعاون المشترك في عدد سبير من المجالات إذا كنا بيتحدث ومتحدث عن التعليم العالي ومتحدث كذلك عن الصحة وهي الدولة المصرية طبعا لديها مجالات عديدة وخبرات عديدة متعددة في عدد كبير من المجالات تستطيع أن تنقذ هذه الخبرات إلى الشقيقة تونس طب أستاذ حسن من وقع خبرتك كيف يتم تعزيز الفرص الاستثمارية خاصة بين مصر وتونس يعني مصر هذه لدينا الحمد لله تهيئة مناخ جاذب بالنسبة للاستثمارة هناك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك الرجال الأعمال التونسيين بيقبلوا على الاستثمار على أرض الدولة المصرية من خلال تهيئة مجال الاستثمار وبالأمس القريب كان هناك حديث من رئيس مجلس الهزراء هناك وحدة خاصة لجذب الاستثمارات وتهيئة مناخ المستثمرين الحكومة المصرية والدولة المصرية حريصة كل الحرص على جذب الاستثمارات الأجنبية ويمكن هناك الفرصة الزهبية أمام القطاع الخاص خلال هذه الفترة في الدولة المصرية ليس بالنسبة لي المستثمر المصري فقط وهي المحلي ولكن بالنسبة لي الاستثمارات الأجنبية لأن الدولة المصرية حريثة كل الحرص على تهيئة المناخ حريثة كل الحرص على تزليل العقبات أمام المستثمرين بدليل الزيارات التي يقوم طبعا بها رئيس مجلس الهداء في كافة المصانع والشركات وكذلك بالنسبة لي الاقاة السنية التي يعقدها مع المستثمرين الأستاذ حسن أبو خزيم محرر مجلس الوزراء شكرا جزيلا لك عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات تتعلق بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وخلال الاجتماع الذي عقد أمس تم استعرض ما تم تنفيذه من إجراءات خاصة بمحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كما تطرق الاجتماع إلى الجهود الخاصة برفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحولية بشكل مستدام وجهود توطين وتعميق الصناعة ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني أعلن رؤساء الأحزاب الأعضاء في تحالف الأحزاب المصرية تأييدهم للإجماع لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بتنظيم مؤتمر للحوار الوطني لوضع خارطة طريق للعبور بمصر للجمهورية الجديدة ووجه رؤساء أحزاب التحالف رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الرئاسية الكريمة والتي تكشف عن مدى تقدير السيد الرئيس للأحزاب والقوى السياسية وأشهد تحالف الأحزاب بتكليف الرئيس للمؤتمر الوطني للشباب بتنظيم وإدارة هذا الحوار كمأذلة محايدة داعيا القوى الوطنية بضرورة تغليب المصلحة العامة لمصر ولشعبها على أي مصالح خاصة وجدد رؤساء أحزاب التحالف دعمهم للقوات المسلحة والشرطة على ما يقدموه من تضحيات لاستقرار الوطن بصراحة الدعوة بتاعت الرئيس السيسي مهاش مفجأة الرئيس السيسي من سنة وسنتين فاته قال وعد أنه هو هيقوم بإصلاح سياسي بس في أولويات في أولويات الأمن والاستقرار دعوة الرئيس السيسي النهاردة للحوار للقوى السياسية كلها والأحزاب دعوته لحوار سياسي حول أولويات العمل الوطني دي دعوة إحنا عارفين أنها كانت جاية جاية بس هي كانت لها وقت الدعوة دعوة كريمة دعوة تنقناها بحب وبسعادة غير عادية الأحزاب بتقول إحنا لقينا فرصة من كبير الدولة ومن رئيس الدولة الأب لكل المصريين أن نحن نتكلم أن نحن نتحاور أن نحن نثبت وجودنا أن نحن نطلع الأفكار اللي عندنا ونحطها أن تكليف سيادته بالأكاديمية في أنها تدير الحوار ومنتدى الشباب هو اللي ينظم الموضوع ده بيدل على برضو أن في حيادية تم في الموضوع أن الشباب لها دور وبيأكد على دور الشباب دائما سيادة الرئيس أن الأحزاب فرصتها جات أنها تثبت وجودها تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 343 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 34 طن مواد غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط قرابة 5 أطنان سلع غذائية كما تم ضبط 12 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعوبة وضبط أكثر من 17 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 430 قضية من بينها 144 قضية خبز ناقص الوزن و114 قضية خبز غير مطابق للمواصفات شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ في الاجتماع الوزري الذي تستضيف الدنمارك وذلك حول تنفيذ تعهدات المناخ والمنعقد برئاسة مصرية بريطانية مشتركة وقد ألقى شكري كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها على ما يوفره الاجتماع من فرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول جوانب تنفيذ عمل المناخ الدولية ذلك من خلال تفعيل بنود اتفاق باريس حول المناخ والوفاء بالتعهدات الوطنية حول خفض الانبعثات ذلك بجانب التعهدات الأخرى التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر جلاسكو العام الماضي أبرز شكري في كلمته ما تحتله قضية الوفاء بتعهدات المناخ من أولوية لدى الرئاسة المصرية للدورة المقبلة للمؤتمر وكيفية تحويل هذه التعهدات لواقع ملموس على الأرض مواربا عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تقييم الوضع الحالي لتنفيذ التعهدات وتحديد كيفية العمل من أجل تحقيق أهداف اتفاقي باريس حول المناخ وعلى هامش اجتماعكم من هاجن التقى شكري وزير المناخ والطاقة الدنماركي دانيور جانسون ووزير الدولة البريطاني ألوك شارما وخلال اللقاء استعرض وزير الخارجية استعدادات مصر الجارية لصدافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وطرح الوزير شكري رؤية مصر للنتائج المنتظرة للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر حيث تتطلع إلى أن تمثل هذه الدورة خطوة هامة على صعيد تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع فعلي على الأرض كما التقى الوزير شكري خلال زيارته الحالية لكومنهاجن رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسون وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية اهتمام مصر بزيارة أو بزيادة الاستثمارات الدنماركية وتعزيز مشاركة الجانب الدنماركية في خطط التنمية المصرية من جانبها أعربت رئيسة وزراء الدنمارك عن الاهتمام بتعزيز التعاون مع مصر وتطلع لدافع مختلف أوجه العلاقات الثنائية بصفتها شريكا محوريا في الشرق الأوسط وخلال فعاليات اجتماع كومنهاجن شاركت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوصفها المنصق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم كوب 27 في الاجتماع الثلاثي الذي عقده سامح شكري مع رئيس مؤتمر المناخ الحالي كوب 26 ووزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي كما شاركت ياسمين فؤاد في الجلسة الافتتاحية للاكتماع الوزاري الرفيع المستوى والذي شاهد حضور وزراء ورؤساء وفود أكثر من خمسين دولة هذا وتشارك وزيرة البيئة في الجلسة الأولى للتكيف برئاسة مصر والتي تهدف لخلق مناقشات مفتوحة وصريحة بين المشاركين وتركيز على تحقيق أقصى قدر من التقدم نحو حلول مشتركة في جنازة رسمية عسكرية شيع من مقر الرئاسة الفلسطينية برامالله جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة والتي استشهدت أمس بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة شارك ألاف الفلسطينيين في جنازة الصحفية شيرين أبو عقلة وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسيتم إقامة قداس على روحها في الكنيسة ثم ينقل الجثمان إلى مقابر صهيون حيث مسقط رأسها في مدينة الخليلة من جانبه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسئولية الكاملة عن اغتيال شيرين أبو عقلة وخلال مراسم تأبين رسمية لأبو عقلة في رامالله أضاف عباس أنه يرفض التحقيق المشتركة مع السلطات الإسرائيلية مؤكداً أنه سيذهب فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسئولين عن جريمة الاغتيال بسم الله الرحمن الرحيم نودع اليوم شيرين أبو عقلة شهيدة فلسطين شهيدة القدس شهيدة الحقيقة والكلمة الحرة ورمزاً للمرأة الفلسطينية والإعلامية المناضرة شيرين بطلة ضحت بحياتها دفاعاً عن قضيتها وشعبها انطلقت المرحلة الأولية للانتخابات النيابية اللبنانية بالداخل بتصويت الموظفين المشرفين على المرحلة الرئيسية للانتخابات التي تجرى الأحد المقبل ويبلغ عدد الموظفين الذين لهم حق التصويت 15 ألف موظف ويأتي ذلك بعد انتهاء تصويت المغتربين اللبنانيين بالخارج في عدد من السفارات وإلى العراق حيث أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول ارتفاع حصيلة قتل العمليات العسكرية التي تستهدف العناصر الإرهابية في محافظة نينوى والوقيع شمال غرب البلاد إلى 17 إرهابياً وفي تصريحات أشار رسول إلى مقتل 9 إرهابيين كانوا يختبئون داخل أحد الأنفاق التي دمرتها قوات الجيش خلال الضربات الجوية والعمليات الاستباقية في نينوى وذلك عقب مقتل ثمانية إرهابيين في ضربة جوية أدت إلى تدمير أحد الكهوف التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل أكد الرئيس الروسي فيلدامير بوتن أن العملة المحلية الروبل أظهرت أداء جيداً خلال الفترة الأخيرة مشيراً إلى أنه يعمل على إحداث توازن اقتصادي من خلال تعزيز قيمة الروبل وأضاف رئيس روسياً أن الحكومة تعمل على اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم فرص العمل في البلاد بالإضافة إلى العمل على تأمين الظروف الاقتصادية المناسبة في مختلف الأقاليم الروسية نحن نعلم أنه تم اتخاذ قرار بتلبية حاجات الأسر الكبيرة المحتاجة وكذلك مساعدة الأطفال وتقديم الأموال لهم من عمر 12 عاماً إضافة إلى ذلك تقديم أيضاً مساعدات مالية لأقاليم روسيا من الميزانية الفيدرالية وهنا أود أن أؤكد أن كل الإجراءات المتخذة يجب أن تكون واضحة ومريحة للأقاليم الروسية وهذه الآليات عليها أن تسهم في وضع برامج اقتصادية جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي والصناعي في هذه الأقاليم الروسية في سياق متصل حذر نائب رئيس مجلس الأومن القومي الروسي دمدري ميدفيديف مما سماه بسيناريو كارثي وخطر اندلاع حرب نووية وذلك بسبب استمرار حلف الناتو في إمداد أوكرانيا بالأسلحة ومن جانب آخر أكد الكريملين أن انضمام فنلندا إلى حلف الناتو يشكل تهديداً لروسيا واصفاً سعي هيلسينكي لذلك بالمؤسف واعتبر الكريملين أن فنلندا قد قررت الانضمام إلى الدول الأوروبية التي اتخذت موقفاً عدائياً تجاه روسيا في المقابل رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يينس ستولبرغ بقرار قادة فنلندا تأييد الانضمام إلى الناتو مشيراً إلى أن العملية ستكون سلسة وسريعة من جانب آخر أعلن رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها أنهما يؤيدان الانضمام إلى الناتو دون تأخير في إشارة إلى أن قراراً رسمياً سيتخذ نهاية هذا الأسبوع مناطق اشتعال غير معهودة وتوتر ما زال يزداد بعد أن بات الناتو قاب قوسين أو أدنى من أبواب روسيا بعد الحديث عن محاولات انضمام فنلندا والسويد للحلف ووسط تشجيع أوروبي آخره الموقف البريطاني المساند لانضمام البلدين للحلف واتفاق حماية متبادلة بين المملكة المتحدة والسويد أعلنت روسيا أنها لن تقف مكتوفة الأيدي خاصة أن فنلندا تتقاسم مع روسيا حدوداً يناهز طولها 1300 كيلو متر العملية الروسية في أوكرانيا اعتبرها رئيس فنلندا مسؤولة بشكل كبير عن التغير المفاجئ في موقف فنلندا والسويد كما هي مسؤولة أيضاً عن اختلاف الرأي العام في كل من البلدين لصالح الانضمام إلى الناتو وهو أمر لم يكن يحظى بكثير من التأييد في الماضي ويتضح من جميع المؤشرات أن البلدين سيعلنان تقديم ترشيحيهما للانضمام قبل نهاية هذا الأسبوع كما أن التحذيرات الروسية المتزايدة من التداعية السياسية والعسكرية دافعت السويد وفنلندا على ما يبدو للإصرار أكثر على العضوية ووسط تلك التطورات على الأرض وأخرى على طاولة التفاوض وحدها الأيام المقبلة ستنبئ عما سيقوم به الدب الروسي من تحركات غير متوقعة في مواجهة الناتو أهلا بكم من جديد ونستكمل معكم تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع حلفاء واشنطن وشركائها عزز الوحدة والثقة بينهم ما مكنهم من تحقيق تقدم بشؤون مختلفة خلال الحرب الروسية على أوكرانيا وأهرب أوستن عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي يريد مواجهة الناتو عسكريا وفي سياق آخر ناقش وزير الدفاع الأمريكي مع نظره البريطانية بين والس آخر تطورات العملية الروسية في أوكرانيا مشيرا إلى أن الدول قليلة كثفت المساعدة الأمنية الأوكرانية بطريقة التي قامت بها بريطانيا قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جينسون أنه لا يتصور كيف يمكن أن تعود العلاقات لطبيعتها مع الرئيس الروسي بلادامير بوتين في أعقاب الأزمة الأوكرانية وفي تصريحات أكد جينسون أن العالم يخاطر بتكرار ما حدث في عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرمة معضحا أنه أمر مروع وبريطانيا تدينه وتستنكره لذلك لا يمكن أن تعود العلاقات لطبيعتها مع بوتين هذا وقد أعلنت بريطانيا أن القوات الأوكرانية توصل هجوما مضادا إلى الشمال من خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد وأضافت الاستخبارات البريطانية بأن الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية شمالية خاركيف مكنها من استعادة العديد من البلدات والقرى على الطريق إلى الحدود مع روسيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلنت مفاوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلت انتشال ألف جثة من منطقة العاصمة الأوكرانية كييف ذلك في الأسابيع الماضية وفي خطابها عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان في جينيف أضافت ميشيل باشلت أن الكثير من الانتهاكات التي تتحقق منها منذ بدء العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا قد تصل إلى حد جرائم الحرب أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أربعة مواقع قيادة وأربع وثلاثين منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية ومخزني ذخيرة في أربع وعشرين ساعة مضت وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشكوف أن الطائرات الروسية ضربت مئة وعشرين منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية بالإضافة تدمير منظومتي دفاع جوية من طراز S-300 في خاركيف وأوديسا أكد وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت حابك أن ألمانيا قادرة على التعامل مع وقف إمدادات الغاز الروسية في الشتاء القادم جاء ذلك خلال رد هابك أمام البرلمان الألماني على العقوبات الروسية التي فرضت أمس على مجموعة غاز بروم جرمانيا بأكملها التي تسيطر عليها الحكومة الألمانية وقبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانية كانت ألمانيا تتلقى حوالي 55% من غازها الطبيعي من روسيا لكنها خفضت هذه الحصة منذ ذلك الحين إلى 35% بالتزامن قالت وكالة الطاقة الدولية أن العالم لن يعاني من نقص النفط حتى مع انخفاض إنتاج روسيا بسبب العقوبات وذكرت الوكالة أن زيادة الإنتاج في أماكن أخرى وطباط نمو الطلب بسبب الإغلاق في الصين سيحد من حدوث عجز كبير في الأسواق يذكر أنه وبعد تحزير وكالة الطاقة الدولية في مارس الماضي من احتمال خسارة 3 ملايين برميل يوميا ذلك من إنتاج النفطة اعتبارا من أبريل خفضت الوكالة هذا الرقم للمرة الثانية حيث أشارت إلى خسارة مليون برميل يوميا أعلنت ملظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات جراء كوفيد في أوروبا التي كانت بؤرة الوباء تجاوز عتبة المليوني شخص إعلان يأتي غدا إعلان وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان أن الاتحاد سيلغي إلزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارا من الاثنين المقبلة مع انحصار جائحة كورونا في أوروبا أعلنت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان أن الاتحاد سيلغي إلزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارا من الاثنين المقبل وهو القرار الذي لقى إشادة من أكبر جمعية عالمية لشركة الملاحة الجوية إياتا التي أكدت أن القرار الجديد يقضي بإعطاء المسافرين حرية الاختيار بين وضع الكمامة أو لا وفي الوقت نفسه أكدت وكالة سلامة الطيران الأوروبية أن الكمامة ستظل إحدى الوسائل التي توفر أفضل حماية ضد تفاشي فيروس كورونا وخصوصا للأشخاص الضعفاء ورغم قرار وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي إلا أن ألمانيا أول اقتصاد أوروبي والبلد الأكثر اقتضادا في الاتحاد الأوروبي أعلنت أنها لا تعتزم نهائيا إلغاء إلزامية الكمامة في الطائرات وأفادت وزارة الصحة الألمانية بأن إلزامية وضع الكمامة في الطائرات تبقى سارية لكل الرحلة الداخلية وكذلك للرحلة التي تقلع من ألمانيا وتهبط فيها ويأتي تخفيف إجراءات الحماية الصحية في وقت يبدي فيه الأوروبيين توجها كبيرا نحو معاودة الصفر بعد عامين من الوباء وتوقعت وكالة مراقبة الملاحة الجوية الأوروبية أن تنتعش حركة الطيران هذا الصيف بما يوازي 95% مما سجل عام 2019 وذلك رغم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والصدمة النفطية والتدخم قامت السلطات في شنجهاي بتمشيط المقاطعة بحثا عن حالات إصابة بكورونا وذلك لتمهيد الطريق للخروج من إجراءات إغلاق صارمة متبقة منذ أسابيع وفي الصين قيدت السلطات خدمة السيارات الأجرة لإحتواء انتشار الفيروس أسابيع ستة مضت على تطبيق شنجهاي إجراءات إغلاق صارمة في محاولة للسيطرة على فيروس كورونا الذي عاود الانتشار مؤخرا فلا تزال المقاطعة الصينية تبحث عن طريق آمن لإنهاء تلك الإجراءات وهو ما دفع السلطات الصحية لتمشيط المدينة بحثا عن أحدث حالات الإصابة بالفيروس وفي إطار حملة أخيرة للقضاء على الفيروس بحلول نهاية هذا الشهر شددت السلطات في شنغهاي التي يقتنها 25 مليون نسمة من إجراءات الإغلاق في الأيام القليلة الماضية بعدما أحرزت بعض التقدم في مكافحة الفيروس فرغم التطبيق الصارم لأشد إجراءات الحماية إلا أن السلطات الصحية في المدينة رصدت حالتين جديدتين مما أصار المخاوف بشأن طول الوقت الذي قد تستغرق العودة للحياة الطبيعية في ظل تطبيق سياسة صفر كورونا وفي العاصبة الصينية بكين التي تتمسك بالسياسة صفر كورونا أعلنت السلطات تقييد خدمة السيارات الأجرة لإحتواء انتشار الفيروس مقيدة حركة مئات الملايين من سكانها في عشرات المدن وهو ما يتسبب في أضرار اقتصادية بالغة الصين بررت ذلك بالحفاظ على حياة مواطنها مشيرة إلى وفاة مليون شخص بسبب الفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها وملايين أخرى في مناطق أخرى تعهد رئيس كوريا الشمالية كيم كونغون بتطبيق نظام حجر صحي طارئ إلى أقصى درجة للتغلب على الفيروس كورونا يأتي ذلك في أعقاب تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد ووجه كيم بتجديد المراقبة على الحدود وفرض إجراءات لاحتواء الجائحة داعيا إلى إغلاق المدن والمقاطعات في سائر أنحاء البلاد نظمت مدرية الصحة بدميات قافلة طبية في قرية أبو سعادة السورة التابعة لمركز كفر سعدة ذلك ضمن جهود مبادرة حياة كريمة يأتي ذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى والمناطق النائية وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا الخدمات المتميزة التي تقدمها وظافة الصحة من خلال كوافرة الطبية أن نسعى إلى أن نعمل حالة من الإرضاء للناس والجماهير على الخدمات التي تقدمها وظافة الصحة من خلال كوافرة الطبية بنسعى إلى أن نقدم من خدمة طبية متميزة والهدف من الكوافرة الطبية أن نصل بالخدمة الصحية إلى أماكن تواجد المواطنين في أماكن تواجدهم وده يتأثم أن نحن النهاردة موجودين في قرية أبو سعادة الصغرى مركز كرفساعد وحفظ الدميات القرية دخلها تطوير كل المدارس والوحدات الصحية بتاعتها والشبكات المياه والصرف ضمن المشروع الرئاسي مبادرة حياة كريمة مركز كرفساعد والمستهدف ضمن المبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى قوافل على جاءة بتقدم خدمة مويازة من خلال كوزار الصحة وهي أنها بتوصل الخدمة الصحية في الأماكن البعيدة للمواطنين اللي مش بيقدر يوصل للمشروع المركزية سواء كان للكشف الدوري أو سواء كان لكشف المباكر لكشف الأمراض الحاجة الثانية كمان أنها هي الخدمة مجانية تماما بداية من قطع التسكرة وحتى انتهى الخدمة نحاول طبعا كل فترة أن نزود الخدمة المقدمة ونرفع من جودتها بحيث أنها تتماشى مع قيمة المواطنين المصر وأهميته بالنسبة للدولة كافلة عندنا النهاردة في أبو سعادة الصغيرة وعمل الواجب ومزبطين الدنيا وجد كشفت مسالك بولية وكشفت أعظام وعملين الصحة وزيادة والعلاج مزبوط ومية مية وربنا يبرج لنا في الرئيس عفتاع السيسي رئيس الجمهورية مزبط لنا العمل ومروء الدنيا وربنا يخلوه لنا وصلح حال ومن دمياط إلى الإسماعيلية حيث تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل محطة رفع صرف صحي الشيخ غريب بمدينة القصاصين بالمحافظة تخدم المحطة ما يقترب من عشرة ألاف مواطن وهي من المشروعات المهمة لمواطن المدينة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم إنشاء هذه المحطة لتخدم المناطق المحرومة بطاقة تصميمية تصل 13 ألف متر مكعب يومية وبتكلفة بلغت 32 مليون جنيه الشيخ غريب بطاقة 13 ألف متر مكعب لتخدم عندنا منطقة الشيخ غريب والبغدة نسمة بعدد تقريباً عدد 60 من 9 ألف إلى 10 ألف نسمة وبتكلفة إجمالية المشروع ب32 مليون جنيه المشروع بتكون عندنا عدد 3 مع طرنباط قدر 80 لتر سانية تصرف 80 لتر سانية مع شبكة الحضارة بتكون من 6 كيلو بتبدأ من 6 بوصة حتى 700 ملي مع شبكة خط الطرد اللي هو برضي للمحطة المعارجة الرئاسية بتصرف 80 لتر سانية مع شبكة حضارة تكون من 6 كيلو 22 شخصاً من أبناء المحافظة في قرعة الحج للموسم الحالي موزعين على مختلف أقسام المحافظة وقال نائب محافظة شمال سيناء هشام الخولي إنه تم مراعاة الحيدة والشفافية حيث تمت القرعة إلكترونياً عن طريق الحاسب الألي مقدماً تهنيئته لجميع الفائزين والتمنيات بالفوز في السنوات القادمة لمن لم يحالفه الحظ هذا العام اجتمع وزير الموارد المائية وريم محمد عبد العاطي مع الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتري تالس لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال الموارد المائية واستعرض الوزير موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان المياه في قلب العمل المناخية مع التأكيد على الدور الفعال والمنتظر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية خلال فعاليات الأسبوع والذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ أكدت وكالة مودز العالمية أن معدلات التضخم المرتفع الحالية غير عادية وربما تتسبب في انخفاض الأجور الحقيقية والإنفاق والنمو متوقعة تراجع التضخم العام المقبل من جانبها قالت رئيسة البنك المركزي الأوربي كريستين لاغارد أن البنك قد يبدأ برفع أسعار الفائدة اعتبارا من يوليو المقبل وذلك نظرا لارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو مرتفع وغير مسبوق هكذا وصفت وكالة مودز العالمية معدلات التضخم العالمية مشيرة إلى أنه يتسبب في انخفاض قيمة الأجور الحقيقية وأيضا في تراجع الإنفاق والنمو ورغم هذا الارتفاع في أسعار السلع على المستوى الدولي سيطر على تواقعات الوكالة الدولية التفاؤل الحذر حيث رجحت أن تؤدي الجهود التي تقوم بها البنوك المركزية حول العالم إلى خفض معدلات التضخم العالمي اعتبارا من العام المقبل لكنها رأت أن الأسر الأكبر لانخفاض التضخم سيظهر بشكل قوي في عام 2024 مع تعافي النمو الاقتصادي العالمي مودز أوضحت أن البنوك المركزية المستقلة تضع سياسات تستهدف التضخم من خلال أدوات السياسات النقضية التي تشمل أسعار الفائدة أو التيسير أو التشجيد الكمي في الوقت نفسه كشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك قد يبدأ برفع أسعار الفائد اعتبارا من يوليو المقبل نظرا لارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو وتتعجل مجموعة السقور داخل البنك المركزي الأوروبي وهم المؤيدون للسياسة النقضية أكثر صرامة في مواجهة التضخم المرتفع لبدء دورة رفع أسعار الفائدة وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم لنا هاتفيا دكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي دكتور فخري بعد التحية وكالة مودز أشارت إلى أن معدلات التضخم العالمية مرتفعة وغير عادية في رأيك كيف أثر ارتفاع أسعار السلع على الإنفاق والنمو الاقتصادي للدول لأنه رفع معدلات التضخم جاي نتيجة أنه معدلات النمو في الطلب العالمي بعد التعافي من جاحت كورونا وتطهمات لكن هناك مشكلة في سلاسل الإمداد التي تمد العالم بالسلع الأساسية ومسلزمات الانتاج الأمر يدى إلى أنه التضخم العالمي زاد على مدار سنة عشرين كان معدلات التضخم ياثنين وتمانية من عشر في الممية على المستوى العالمي يعني في دول زلوات المتحدة الملكية كان معدلات التضخم فيها لا يتعدل اثنين في المية في اليابان كان قريب من السفر وأوروبا كذلك يعني في حدود الواحد في المية لكن لما في سنة واحد وشرين زاد معدل التضخم العالمي من اثنين وتمانية من عشر إلى أربعة واربعة من عشر وأخيرا في سنة اثنين وعشرين اللي هي الرابع الأولاني وصلنا إلى ستة واثنين من عشر وده راجع لأسباب كثيرة جدا أن نمو في الطلب العالمي أزيت بكثير من النمو في المعروض من السلع والخدمات وزاد هذه المسألة أنه الأزمة الأوكرانية أدت إلى تصارق معدلات التضخم شيء طبيعي أن البنوك المركزية العالمية تكتمع كلها خاصة البنوك اللي عملاة عملات احتياطي زي الفيدراز الزير البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك من الكرة المركزي وخلافه كلها بتعسع إلى تخفيض معدلات التضخم وكسر حد التضخم من خلال رفع سعر الفايدة وكذلك التجديد الكمي بمعنى آخر عدم أعطاء خروض بالشكل اللي كانت بتديه في هذه الحالة ده طبعا أثر إلى أنه في معدلات البطالة بدأت تتزايد في العالم أيضا معدلات النمو من خلال مراجعات اليوم بها البنك الدولي وبعض الوكالات التصنيف الاتمانية انخفضت من خمسة وثمانية من عشرة إلى أربعة واربعة من عشرة وهناك توقع أنه قد تكون ثلاثة ومصف المئة معدلات النمو العالمي من السلع والخدمات نعم البنك المركزي الأوروبي توقع أيضا أن رفع أسعار الفائدة اعتبارا من يوليو المقبل نظرا لارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو في رأيك دكتور فخري ما أسباب معاناة الدول الأوروبية من ارتفاع الأسعار بالأسواق البنك المركزي الأوروبي يختلف عن البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك انجلترا المركزي وهو غيرهم جاي البنك المركزي الياباني البنك المركزي الأوروبي يعني حذر جدا في أنه متخوف من إذا ما رفع سعر الفائدة يؤدي إلى ركود في دول الاتحاد الأوروبي ولذلك إلى الآن البنك المركزي الأوروبي طبعا كرئيسة هذا البنك كريتين لاجارد اللي كانت مديرة عام صدوق النائد الدولي منذ الثلاث سنوات حذرة جدا لأن الاتحاد الأوروبي 27 دولة هناك دول ضعيفة في هذه الحالة إذا ما قامت برفع سعر الفائدة إلى الآن لم تقم برفع سعر الفائدة لكن يعني هي تتوقع برفع سعر الفائدة في يوليو القادم يعني تقريبا بعد شهرين من الآن بشكل حذر جدا حتى لا يؤدي رفع سعر الفائدة إلى حدوث انكماش وما نسميه بالركود التضخمي هي مش عايزة كده في هذه الحالة ولكن ترى في أنه كسر حد التضخم مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية نعم الدكتور فاخري الفقي الخابير الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة شكرا جزيلا لك تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد البريطانية في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي في وقت تواجه البلاد ارتفاعا في معدل التضخم وفق ما أظهرت بيانات رسمية وإذلك بعدما حذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن بريطانيا تواجه خطر الرقود في وقت من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة لعشرة في المئة وهو أعلى مستوى منذ أربعين عاما بحلول نهاية العامة انتهت أخبارنا وبقية تذكر بهم ما جاء فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفق المخطط لها مدبولي في تونس للمشاركة بأعمال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين فنلندا تطرق أبواب النيتو وروسيا تحذر انتهت الثالثة شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء في أمان الله شكرا على المشاهدة